مشاهدينا الكرام أرحب بكم مجدداً في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية واليوم حيكون في عندنا فقرة مهمة جداً تتكلم عن من هو الله حياكم الله مشاهدينا الكرام تحية ونعمة وسلام أبونا وإلهنا يسوع المسيح معكم جميعاً اليوم حنتكلم سوى عن موضوع مهم عن الله وهو من هو الله موضوع الله موضوع أساسي ومهم لأنه في الحقيقة يعني موضوع الإنسان أيضاً ففي كل مرة يطرح فيها الإنسان سؤال حول ذاته مصدره جزوره معنى وجوده يطرح في الوقت نفسه السؤال حول وجود الله لأنه يبين لنا مدى الترابط القائم بين الله والإنسان حتى أنه لا يمكننا التحدث عن واحد دون الآخر لا بل أكثر من هذا فإن الأثنان مدعوان علشان يعيشوا وحدة متماسكة لا تنفصل على سبيل المثال اللي نعرفه بأنه المسيح إله وإنسان معاً مش المسيح قال كل ما صنعتم شيئاً لواحد من إخوتي هؤلاء الى صاغر ففيها قد صنعتم متى 25 أربعين إن موضوع الله مهم لأنه بمثابة المفتاح اللي خلينا نفهم الأمور الأخرى أو بشكل أوضح حن ننظر إلى جميع الأمور من خلال هذا المنظار اللي هو الله لأننا ننظر إلى مجمل الأمور انطلاقاً من الإيمان فمفهوم الإيمان ونظرتنا إلى الله هما الذان يحددان لنا بقية المفاهيم في أغلب الأحيان حن نشكل الله بالوجه وبالطريقة التي تناسبنا فنسقط عليه رغباتنا وميولنا وأمنياتنا وأحلامنا وبهذا المعنى فإن بعض الانتقادات التي وجهت إلى المسيحية تتهم هذه بأنها تؤمن بإله يريد أن يبقي الإنسان طفلاً غير مسؤول فيتكل في كل شيء على الله وهناك انتقادات أخرى تقول بأن الله هو من نتاج الإنسان أي بأن الإنسان هو الذي أوجد الله قد نرفض إحنا هذه الانتقادات بإسم الإيمان والدفاع المتعصب الأعمى عن الدين ولكن علينا الاعتراف بأننا فيها الكثير من الحقيقة لأننا غالباً ما نعيش الله على أنه كذلك فهو الذي يميت الله أخذه هذه هي إرادة الله إلى آخره وهو الذي يجرب الإنسان إن الله يجرب محبيه وهذه العبارة ليست من العهد الجديد ونقول بأن الله هو الذي يبلي ويعين نقبل هذه الأمور لأنه يريحنا ويرفع عننا المسؤولية من المريح لنا أن يعود كل شيء إلى الله ولكن في ذلك هروباً من العالم ومن المسؤولية التي تقع على عاتقنا نحو العالم والإنسان ما ربنا قال للإنسان أنموا وأكثروا وأملعوا الأرض واخضعوها وتسلطوا عليها تكوين واحد ثمانية وعشرين لكننا نرفض ذلك عندما يعاكس رغباتنا وأمنياتنا معرفتنا لله نبع في الكثير من الأحيان من تصورات وأفكار ورثناها منذ القدم وهذا يعني أن معرفتنا عن الله لا تنبع من معرفتنا للكتاب المقدس بل تأتي في أفضل الأحيان من التعليم التي تربينا عليها دون أن نحاول التطويرها والتعبير عنها بلغة اليوم حنا الآن مدعوون إلى التفكير في هذا الموضوع على ضوء الكتاب المقدس علشان نقدر نكون صورة صحيحة إلى حد ما عن الله والإنسان معا ورد في الكتاب المقدس أن الله حب وهو ليس إلا حب على حد قول اللهوت الفرنسي فرانسوا فاريون وهذا يعني بالطبع أن الله لا يمكنه أن يقوم بأعمال مخالفة للحب أو بمعنى آخر خارجة عن الحب كل شيء زين هو من عند ربنا الله ما يجرب الناس لكن التجربة هي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان لأنه خلق حراً فلا وجود للتجربة بدون الحرية والعكس صحيح والرب يبارك للجميع آمين يا بغتك بالسامة نتعابك تستريح كنت يعايش كما يحق لنجيل المسيح يا سعدك يا هاناك قال لي يا صعغناك يا سعدك يا هاناك قال لي يا صعغناك جه أزلك مسكناك وخلاصك تماماك يا بغتك بالسامة يا توتك بالسامة نتعابك تستريح كنت يعايش كما يحق لنجيل المسيح يا بغتك بالسامة نتعابك تستريح كنت يعايش كما يحق لنجيل المسيح يا سعدك يا هاناك قال لي يا صعغناك يا سعدك يا هاناك قال لي يا صعغناك جهز لك مسكنك وخلاص تماما بختك بالسماء يا بختك بالسماء لتعاب تستريح كنت يعاجش كمان يحب لنجي للمسيح يا بختك بالسماء لتعاب تستريح كنت يعاجش كمان يحب لنجي للمسيح عشت لربك بأمانة أمين في القليل تاخذ كثير مكانة بزيادة ودون كيل عشت لربك بأمانة أمين في القليل تاخذ كثير مكانة بزيادة ودون كيل يا سعدك يا هاناك قال لي يا صعغناك يا سعدك يا هاناك قال لي يا صعغناك جهز لك مسكنك وخلاص تماما يا بختك بالسماء لا تعاب تستريح كنت يعاجش كمان يحب لنجي للمسيح يا بختك بالسماء لا تعاب تستريح كنت يعاجش كمان يحب لنجي للمسيح اشتركوا في القليل يقول لك اكملت السعي واحسنت الجهاد تقضي أيامك معي مراثك بلم جاد يقل لك أكملت السعيد وحسنت الجهاد تقضي أيامك معي مراثك بلم جاد يا سعدك يا هاناك قال لي يا سعدك يا هاناك قال لي يا سعدك يا هاناك جهز لك مسكناك وخلاصة تماما بغتك بالسماء يا بغتك بالسماء لتعاب تستريح كنت يعاجش كما يحب ننجي للمسيح يا بغتك بالسماء لتعاب تستريح كنت يعاجش كما يحب ننجي للمسيح تسمع و النعمة فضال يا عبدي الأمين مع جديسي نتعلم افرح في كل حين تسمع و النعمة فضال يا عبدي الأمين مع جديسي نتعلم افرح في كل حين يا سعدك يا هاناك قال لي يا سعدك يا هاناك قال لي يا سعدك يا هاناك جهز لك مسكناك وخلاصة تماما بغتك بالسماء يا بغتك بالسماء لتعاب تستريح كنت يعاجش كما يحب ننجي للمسيح يا بغتك بالسماء لتعاب تستريح كنت يعاجش كما يحب ننجي للمسيح يا سعدك يا هاناك قال لي يا سعدك يا هاناك قال لي يا سعدك يا هاناك جهز لك مسكناك وخلاصة تماما يا بغتك بالسماء يا بغتك بالسماء يا بغتك بالسماء يا بغتك بالسماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي البيت وفي الشارع وفي كل مكان ومع أي إنسان فيكون هو الشخصية البارزة والمؤثرة في حياتك وشخصيتك من خلال تعاملاتك وأقوالك وأفعالك ومشاعرك ومشاريعك وحتى طريقة تفكيرك فما عد تحيا أنت بل المسيح يحيا فيك تتكلم كلامه وتعمل أعماله وتشوف كل العالم بعينه ومن خلاله وتتغير حياتك وتكون معاه إنسان جديد فالأشياء العتيقة قد مضت وهالكل قد صار جديد جديد يعني إن معرفتك فيه غيرت طبيعتك البشرية وخلتك إنسان جديد بطبيعة مسيحية جديدة ولأن المسيح محبة فأفعالك وردود أفعالك لازم تكون صادرة ونابعة من قلب إنسان وحب وإذا كانت طبيعة الإنسان العادي أن يقاوم الشر بالشر ويقابل الحب بالحب أو يطبق نظرية العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم فطبيعتك الجديدة كإنسان مسيحي ترفض كل الأفكار فلا تقاوم الشر بالشر ولا العين بالعين ولا البادي أظلم لكن تقابل الشر بالإحسان والكره بالمحبة والاضطهاد بالمغفرة والعداوة بالصلاة فما عاد قانون العين بالعين والسن بالسن يتناسب مع طبيعتك الجديدة كإبن من أبناء الله كونك تابع للسيد المسيح يعني إنك تتعامل مع كل الناس بنفس تعامل المسيح معهم بقبول ومحبة حتى مع اللي يكرهونك أو بينك وبينهم عداوة لأنهم أول من وصاك عليهم المسيح وأكثر ناس محتاجين محبتك وصلاتك وتفهم إن كل الناس أهلك وناسك ومحتاجين محبتك مش بس المسيحيين لكن كل إنسان غيرك يعتبر أخوك وقريبك ومحتاج حبك وبرك إنك تابع للسيد المسيح يعني إنك تتحل بأخلاق سيدك في الأمانة والصدق والحكمة والصبر وتكون إنسان وديع ورحيم وبسيط متواضع ونقي القلب مسالم وصانع سلام سلام مع نفسك ومع أسرتك ومع كل الناس إنك تابع للسيد المسيح يعني إنك ما تعتدي ولا تخون ولا تخون ولا تظلم ولا تفسد ولا تكره ولا تحقد ولا تنتقم إنك مسيحي يعني إن حياة الناس مقدسة عندك ما يرخصها معتقد أو دين أو مال أو حريم أو أي شيء ثاني فالإنسان عزيز جدا على قلب السيد المسيح ومدفوع فيه ثمن غالي جدا عزيزي المشاهد إنك مسيحي يعني إنك مواطن صالح في وطنك تحب بصدق وتبنيه بجهد وتعب وتحرسه بعيونك من كل شر تحترم قوانينه وتتقيد بأنظمته وتقبل شعبه وتشارك في تقدمه وازدهاره وتكون عضو مفيد وفاعل في مجتمعك الصغير كجزء من وطن وعالم كبير وتصلي أن يحفظ الله وطنك ويدوم عليه الخير والأمن والأمان كونك إنسان مسيحي يعني إنك تحب الخير للكل وما تستأثر فيه نفسك ولأنك مؤمن بأن معرفة المسيح خير وخلاصة أكبر نعمة فأنت حريص على مشاركاته مع أخوانك والناس حواليك فتكتب أسماءهم معاك في سفر الحياة ويكونون أبناء وارثين معاك في الملكوت السماوي إنك مسيحي يعني إنك ضامن الأبدية بدم المسيح ومغفورة لك كل خطاياك ومع كذا ما زلت تحب عمل الخير ومساعدة الغير وتعمل البر ولا تستهين أبداً بنعمة الخلاص أو تسترخص الخطيئة أنت مسيحي يعني إنك تعيش إنك ما تعيش بالسيف ولا تدين الناس لا تقتل ولا تسبي ولا تغتصب إنك مسيحي يعني إنك عارف إن كل الناس متساويين ومساويين لك مهما كان لونهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عاداتهم أو حتى ديانتهم تقدس إسرتك وتحافظ عليها وتكون دائماً هي أول اهتماماتك وتعرف إن المرأة مساوية تماماً لك وفي كل شيء في الحقوق والواجبات والاحترام والتقدير والتعامل وكل واحد منكم له دور مكمل للثاني بدون تفضيل أحد على أحد فكلكم معين وشريك ونظير لشريكه إنك مسيحي يعني إنك عارف وحافظ وعود المسيح لك وتدري زين إنه لا وعدك بغنى مادي ولا مركز اجتماعي ولا منصب دنيوي بالعكس قال سيكون لكم في العالم ضيق ومع كذا أنت قابل وراضي وحامل صليبك وماشي معاه ولا هامك أحد وحاس إنك أغني من الكلب وفايز ومنتصر ورابح حياة أبدية وقوة معنوية وراحة نفسية إنك مسيحي يعني إنك في علاقة مستمرة وشخصية مع الله علاقة أثرت عليك وعلى منطقك وفهمك وأهدافك فما عدت تركض وراك أسب مادي أو ملك دنيوي لكن إنسان تقدس أفكارك قبل أفعالك واتطهر قلبك قبل جسمك وتثق إن الله يحبك وخلق كل ذا العالم عشانك ولأجلك أنت وأهلك فحافظ عليه وعليهم واذكر إن وصية لك إن تحب أن تحبه من كل قلبك ومن كل تفكيرك وبكل قوتك وتحب قريبك كنفسك وتكون نور للعالم فيرى الناس أعمالك الحسنة فيمجدوا أبوك السماوي وبكذا تعرف إنك تابع للسيد المسيح فهنيئا لك باتباع المسيح وهنيئا لكل الباحثين عن الحاج كذا كان المسيح وكذا طلب مني نكون وكذا نتمنى العالم كله يكون فتكتب أسماء نكون لنا في سفر الحياة وفي الختام أشكر متابعتكم وفي انتظار أن ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله والسلام ختام وفي أمان المسيح يا الله احكم ببرائتي ودافع عن قضيتي ضد شعب ما يرحم أنقذني من الغشاش والظالم لأنك أنت حصني ليش رفضتني ليش أطوف النايح من مضايقة العدو ارسل نورك وحقك فيرشدونني ويجون فيني إلى جبلك المقدس وإلى مساكنك فأجي إلى مذبح الله إلى الله فرحي وأسبحك بالعود يا إلهي ليش أنتي مكتأبة يا نفسي ليش أنتي قلقانة في داخلي ترجي الله فإني أبي أقعد أحمد لأن عون لي وإلهي ترجمة نانسي قنقر أحبتي في المسيح وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة وحنختمها بفقرة الاختبارات وهذا الاختبار وصلنا من الإمارات من الأخصات مين يقول لقد نشأت في أسرة مسلمة ليست متشددة ولا مرتخية ولكن عادية مثل أي أسرة مسلمة سافرت للخارج بعد الثانوية لدراسة جامعية وهناك تعرفت على إمرأة مسيحية كانت تدعوني للمسيحية هذا الأمر أثار غيرتي كمسلم طبيعي وأصبحت أبحث عن الطريق لكي أدعوها للإسلام ولكن كانت القصص التي ترويها من الكتاب المقدس وعن سيرة المسيح شيء لا يمكن لأي بشر أن يصله وبعد الكثير من الدراسة والتحقيق والكثير من السهر والبكاء والدموع اختارني الرب لكي أكون من تلاميذه أمين وتزوجت وخلفت إلى الآن ثلاث أطفال أمين الرب يزيد ويبارك وبعد زواجي بسنتين شعرت أن الرب يريد مني أن أدرس اللهوت المسيحي وقد ترخرجت بدرجة بكالوريوس لهوت مسيحي وأعمل الآن في حق للرب يسوع المسيح له كل المجد أمين أمين الرب يباركك يا أخصاد ويستخدمك أكتر وأكتر الإمارات دولة صديقة وجارة لينا حنا سعوديين وحنا نحبكم ونصلي دايما من أجلك ونصلي لخلاص الخليج كله فأمين الرب يستخدمك لخلاص الإمارات وابدأ من أسرعتك وأهلك في المسيحي السوع يستخدمك أكتر وأكتر أمين الرب يباركك أحبتي في المسيح وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أترككم في أمان المسيح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر